النقطة اللي كنت بقول لها هو بقى مبالح في المقدمة بتاعتي انه لما قاله سكيروش كان بيلعب بالطريقة بشبح كده مع منطقة مصر والناس كانت تقول احنا ليه ما بنهجمش احنا ليه ما بنخطرش هو الراجل يعرف امكانياته جيدا ويحترم جدا ويقدر امكانيات اللي قدامه وده كان الواقع فانك تعرف تخرج اصلا بالمباراة من اللي انت عايزه زي ما حصل في كاس اوام الأفريقية لحد المباراة النهائية ده كان نجاح مصبوط ديال كان لو تعادل امبال حدام باريس في فرنسا تعادل سالبي بعيدا عن الهدف يسجلهم بابيه في اخر ثانية من المباراة كان فرم عاجل بان في العودة وكننا هنقول ان ريال نجح وانشلوطي نجح في اللي ده وانشلوطي نجح بس انا عندي بس كام تعليق كده بره المباراة نفسها هو ادارة انشلوطي للسكواد الكاملة بتاعة ريال مدريد لغاية الوقت ده من الموسم كان واضح جدا من بداية الموسم في الدوري الاسباني اللي ما بقاش مقياس صح خالص خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة ان الدوري الاسباني خسر كتير جدا بعد رحيل كريستيان ورونالدو بعد مصر فالدوري الاسباني ما بقاش مقياس لقوة ريال مدريد وبالتالي تصدره للدوري مش معناه ان هو فرقة قادرة ان هي تنافس على المستوى القرية ومستوى شامبينز دي ادارة انشلوطي لقايمة ريال مدريد من اول الموسم كان باين جدا ان هو هيوصل في المراحل الحسمة بتاعت الشامبينز ديك سواء في فبراير او في مارس وهو عنده ناقص كبير جدا في القايمة بتاعته كاربخال كان معروف من اول الموسم ان هو مش فت ان هو بيتصاب كتير بديل وفاسكس اللي هو ما عندوش اساسيات الباك اليمين حتى كاربخال لما طلع الجون جي من نفس الجهة اللي كان قافلها بالخبرة كاربخال دي رقم واحد بس انا اياسف لنباطعك جدا انا كان عندي تحافظ على فكرة كاربخال ومدرش وهم الاثنين بيشتغلوا على مبابيه الناحية اليمين ديت اولا الاثنين معدل العمر الكبير ليعقتهم بدني اكيد هيبقى مش كبير جدا وانت بتتكلم في مبابيه طاقة مرعبة فمبابيه حتى مع كاربخال زي ما انت قلت ان خبراته فاديته شوية بس مبابيه عادة كتير من كاربخال لا وغير كده كمان يا كريم ان هجوميا اسانسيو اللي في الحتة دي فاسانسيو مش فت يعني انا مثلا كنت ممكن اقول هازرد بالخبرة بتاعته ممكن يسترجع ذكرياته بالتقلق بتاعه العيد عنده خبرة انا كنت مفكر وكنت مكلم مع مروان انه فالفيردي كمان يعرف يعمل درجة هجومي كويش ومن يقدي درجة فاع عظيم فالفيردي كريم تثبت بقى الكلام ده ما هو السؤال بقى هو ليه حتى في الترانسفر ماركت بتاع يناير لما كان فيه ضغط النمبابيه ييجي في يناير فيه راش باير كامافينجا مش مفهوم برضه اه بزيط يعني ريال مادريد كان عنده مشكلة بينة جدا في الفول باكس بتوعه وخصوصا الفول باكس اليمين عنده ما عندهش تنوع في نص ملعبه ما عندهش ريجستا اللي يقدر بقى يستلم الكورة يهدى عليها حد زي جورجينيو حد زي فراتي اللي شوفنا اداءه الرائع فالتشكيلة نفسه والسكواد دي مشكلة انشلوتي لانه هو اشترا فياني ما اشتريهش